بين النضال الثوري والمعيشي كيف يواصل المعلم حمل أمانة الجيل وما هو المستقبل المرسوم لسوريا في كراسات مدارسنا في المناطق المحررة ونقاط أخرى هي محر نقاش الحلقة السابعة عشر من برنامج المجتمع والمؤسسات موطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلنا في المناطق المحررة وحول العالم وفي كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المجتمع والمؤسسات موطني ما هو النهج التربوي والتعليمي الذي يسلكه أبناؤنا في المدارس في المناطق المحررة وما زلد المعلم ونقابته من ممكنات للإسهام في نهضة قطاع التعليم وهل في جعبة الشهادة الثانوية ما يمكن الطالب من خوض المرحلة الجامعية ونقاط أخرى هي محور نقاش حلقة اليوم مع ضيوفنا الأكارم الأستاذ عدنان سليك مدير مكتب وزير التربية والتعليم حياكم الله أستاذ عدنان كما نرحب بالأستاذ محمد صباح حمادي نقيب فرح حلب نقابة معلمي الأحرار حياكم الله حياكم الله قبل البداية دعونا نذهب مع هذا الإسطلاع أستاذ عبدالجبران مدارس الرياضيات الله عافيك والله التعليم متدهور وبحاجة إلى معالجة سريعة وتكثيف كافة الإمكانيات وتسخيرها لخدمة التعليم عسى ولعله أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ماذا أهم التحديات عدتواجهها كمعلمي في المناطق المحاربة؟ على المستوى العام هو في خدان المركزية يعني كل منطقة إلى مديري التربية الخاصة فيها والمديري التربية لا تعتمد على المناطق الجعية مثلاً نظام داخلي أنه تمشي عليه أغلب القارات معتمد على اجتهاد شخصي طبعاً اجتهاد الشخصي لا يخلو من الخطأ بالإضافة إلى وضع المعلم بشكل شخصي الوضع المادي سيء جداً جداً يعني المعلم عاب يلجأ لعمل وعملين وثلاثة لحتى يحسن يعيش بمستوى دون المتواصل ما عاب يوصل للمستوى المتواصل بالإضافة على مستوى المدارس مقص عدد المدارس المعلم يدخل على شعب الطفية فيها دائماً ما يتجاوز لأربعين طالب إلى خمسين خمسة وخمسين طالب وهذا بشكل حمل وعبء كبير على المعلم بالإضافة إلى يعني الجهد اللي عاب يقوم فيه خارج المدرسة عمل الثاني والثالث عاب يوصل منهك على الشعب الطفية وغير قادر على أداء واجهه بأكمل وجهه كانت جيدة تميل إلى الصعوبة طبعاً فوجهنا صعوبات عديدة صراحة من أهم صعوبات وجهتك طالب في الامتحانات أو قبل بعض ما قبل الامتحانات يعني الأسناء دراسك في المدارس في المناطق بحرار نعم بالنسبة للطلاب اللي درسوا بمدارس خاصة أتوقع أنه ما واجهوا الصعوبات أما بالنسبة للطلاب اللي درسوا بالمدارس العامة صراحة واجهوا صعوبات ومضروا مثل؟ مثل صار فيه إضراب عن تدريس صار فيه تصام طبعاً سببه الخارج لا تزذى ما قصروا وما لهم أي علاقة بالشيء اللي صار فنضر الطالب صراحة كتير بالنسبة للطالب اللي درس بالمدارس العامة التحديات بالدرجة الأولى هي أكتر شيء تدني الرواطف يعني المعلم عبي يحتاج يشتغل شغلتين أو أكتر ليأمن يعني مستلزمات الحياة الثاني شيء ضعف المستلزمات التعليمية يعني من ناحية الكتغ القرطاسيات يعني هاي التأجهيزات التعليمية الثالث شيء أحياناً عبصير إرهاق بالمناهج التعليمية يعني مثل طلاب الصف الأول عندهم 12 كتاب فطالب صف أول 12 كتاب يعني حقيقة إرهاق كتير كبير على الطالب نرحب بكم من جديد عزيزي المشاهدين نبدأ مع الأستاذ عدنان أستاذ عدنان من وجهة نظر الوزارة كيف توصف واقع التعليم فيما يتعلق في الطالب مع مرحل القبل الجامعية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بتشكركم بتشكر قرعة حلب اليوم لدعوتها الكريمة لتكشف لنا حقائق العملية التعليمية حقيقة والوضع التعليمي طبعاً بالنسبة لي لا يخفى على أحد بالنسبة للعملية التعليمية هي أساس المجتمعات كليتها فغياب العملية التعليمية معنات تدهور المجتمع بأكمله وسياسة التجهيلية أول ما تبدأ تبدأ بطعن العملية التعليمية لذلك الواقع التعليمي حالياً يعني واقع مؤلم مؤلم بشكل شديد جداً والنسبة لطلابنا عم بيعانوا يعني طلاب المدارسة عامة مثل ما حكيتوا بتقريقهم المدارسة خاصة في عندي تفاوت كتير بين المدرسين المدرسة العامة المدرس ممكن يتعرض لضغوط خارجي أو كده نتيجة الفقر أو نتيجة تقلة ذات اليد فبيضطر يشتغل خارج دوامه فهذا أثر بشكل كتير كبير على عطاءه في المدرسة العامة أيضاً موضوع الوقفات موضوع الاحتجاجات موضوع الإراضات هذا أثر أيضاً وقفة المدارس فترة يعني حوالي السن الماضي بتتذكر تقريباً شي شهر أو شهرين تقفت مدارس هذا نعكس سلباً حتى على العملية التعليمية على الطلاب فأكيد تأثرت العملية التعليمية برمتها بأجمالها تأثرت بالعمل التعليمي بسبب الوضوع الاقتصادي اللي عايشينه كمان في موضوع التعدد المرجعي للدراسة يعني ما في عندي مرجعية وحدة لو كان في عندي مرجعية وحدة هي مستلمة ملف التعليم بأكمله وفي خطة توضع عادة المرجعيات مثل وزارات مثل كذا توضع خطة سنوية أو حقيقة إذا بنا نروح عمق منها خطة خمس سنوات خطة همسية بتكون لدراسة المرحلة التعليمية كاملة بأكملها فبيكون في عندي أهداف يكون في عندي مشروع معين تعليمي بيكون كذا من خلاله بيرتقي لعملية التعليمية أما غياب المرجعية صار كل دائرة أو كل تجمع أو كل مجمعة بتحسن سميها بمعنى حسن سميها مدريات لأن المدريات الموجودة حاليا ما في شكل مدرية فكل مجمعة تقريبا عم يحاول يحط خطة من عنده استراتيجية من عنده فما عم تتفق مع استراتيجية المجمعات سيد زعدان دا وقف عند هذه النقطة اللي هي جوهرية حقيقة هل هذا الشي عبي يخلط لكم تحدي كوزارة في إدارة العملية التعليمية فقط اللعب نعكس أيضا على الطالب في المدارس الحقيقة الطرفين يعني نحن لنا تحدي لأنه ما حسن نضبط الجانب هذا وبنفس الوقت نعكس على الطالب يعني أنا مثلا مجمع أو مدرية في عزاز تختلف عن مدرية في صورات بسياستها بنهجها بآلية تعليمات تختلف عن عفرين هذا كيف نعكس بمرحلة الطالب في تعليم الطالب في مستقبله طبعا أهم شيء بالجانب التعليمي يعني أنا ألواتم بكون الطالب ما أخذ حقه بالعملية التعليمية بالدراسة بالتدريسة بعطاء المعلم بشكله بقلب الصف هذا كله يتأثر يعني أنا مثلا غياب عملي التوجيه التوجيه التربوي التوجيه الاختصاصي يعني منلاحظ أنه فيه غياب ونتيجة غياب هذا التوجيه أنا كمعلم أنا أدي رسالة بس ممكن ما أعرف شو أخطائي ألواتم بكون في عندي موجه مثلا يأتيني زيارة للمدرسة ويتابع عملي ويشوف واقع التعليمي تبعي ينبهني لأخطائي وبالتالي أنا أتحسن العملية التعليمية معي أما غياب العملية التوجيهية أدأ إلى غياب العملية التعليمية أكملة نعم ننتقل الأستاذ محمد وذكر سواء بحديث الأستاذ عدنان أو حتى باستطلاع الرأي موضوع الإضرابات والاعتصامات القامت في النقال دعونا أول شيء يعني نضع المشاهد في واقع المعلم حاليا في المناطق المحرر تحية لك وتحية لأستاذ عدنان ولي جميع المشاهدين وحلب اليوم ولي جميع المعلمين السوريين الأحرار سيدي الكريم المعلم هو الركيز الأساسي في العملية التعليمية ولا يمكن أن تقوم العملية التعليمية بدون المعلم المعلم الذي تطوع بعد تحرير المناطق من نظام الأسد تطوع من أجل إعادة بناء المحرر وقام بإعادة افتتاح المدارس ودرس مجانا وأيضا درس في المدارس هذا المعلم الذي يتابع حاليا وضعه يرى بأنه يعيش تحت الظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية سيئة جدا أيضا يعاني من التجهيل عفوا يعاني من التجاهل ويعاني من التهميش ويعمل تحت ضغط الحياة المعيشية والظرف الأمني يعني إذا ما طالب بحقه المعلم كي يعمل يجب أن تتاح له ظروف أن تهيئ له ظروف اجتماعية ظروف مادية ظروف تربوية تأهيلية كي يقوم بكل مهنية واحتراف وإبداع وإخلاص يعني أهم بالإضافة لدرس المعيشية أهم الأمور اللي فعلا عابت يعني عابت يعاني مننا المعلم وعابت تأثر عابت نعكس حقيقة في مستقبل طلابنا وتعليم طلابنا خاصة في المراحل المفصلية اللي هي الثانوية أو الأدادية هذا اليوم نحن عنا فقر بالكوادر التدريسية يعني إضافة حكينا على الظرف المعيشية عنا فقر بالكوادر التدريسية بالنسبة للإختصاص ما كان فيه إنتاج لمدرسين مختصين حقيقة يعني بعد بعد 2012-2012 يعني أنا فقر في المواد العلمية المواد الاقتصاصية الهامة أيضا حتى المعلم اللي عم يدرس في المدارس الابتدائية يعني هذا يحتاج للتأهيل يعني مجرد أن عمال يأخذ الشهادة الثانوية تاني سنة عم تشوفه أنت معلم لأنه فيه عملية استقالة جمعية ترك للتعليم فعملية صد شاغر هذا أكيد بيأثر على عملية التعليم وبيأثر على طلابنا نعم طيب نحن سعدنا نزعدنا لك يعني فيه تحديات في غياب العملية التوجيهية في الأمور الاختصاصية الوزارة ضمن هذا المشهد ما هي أهم الجهود التي تقوم فيها يعني تطوير هذا الواقع والنهوض فيه لتحسين واقع التعليم في المناطق المحررة شكر أستاذ أحمد تحكى على موضوع غياب الكوادر أو الكوادر المؤهل حقيقة أننا نحن كوزارة التربية والتعليم في العقومة المؤقتة في مناطق المحررة عنا ما يسمى باسم معايد متوسطى معايد عذاب درسيين هذا اللي حسن نعمل عليه بشكل أنه أهل معلمنا نعم نخرج طلاب متعلمين وعندهم خبرات تعليمية لكن هذا يعني ما صر زمن المعهد يعني فترة طويلة فالمعلم عنده نوعين من التدريب تدريب أثناء الخدمة وتدريب ما قبل خدمة ما قبل خدمة يقام في المعهد نعم أثناء الخدمة ما عندي الجهة التي تقوم بعملية توجيه المعلمين بعد الغياب العملية التوجيهية هي أثرت على الجانب يعني لو كان عنهم مواجهين خصاصيين كان يكشف ثغرات موجودة في المعلمين والتالي ندعو إلى إقامة دورات تدريبية إقامة ندوات إقامة كذا وبالتالي ممكن نحسن من وضع الجانب التعليمي بالنسبة للمعلم هذا الجانب يعني برجع للكلمة التي حكينا من البداية غياب المرجعية الموحدة هي متوصلة لهذا المستوى في المعلمين أبعاد أخرى أستاذ عدنان يعني شفت أنت الوزارة وقطاع التعليم فيه عدة أبعاد بالإضافة للمعلم في عنا موضوع المدارس في عنا موضوع المناهج فيه أبعاد أخرى وين عم يكون تركيز الوزارة ضمن الإمكانيات الحالة طبعاً نحن ضمن الإمكانيات متاحة لا خلينا يقول كون فيه يعني تحسين لهذا الواقع الحقيقة للمنظومة التعليمية هي تقومها لعدة أركان المعلم والطالب والمنهج بالإضافة إلى البنية التحتية اللي هي المدارس طبعاً يعني أنت كوزار التربية في الحكومة السيورية ومقاقة كأن مكبلة الأيدي في مناطق صراحة يعني تسعى جاهدة نستني ماضي ساعينا باتجاه منظمة قطر الخيرية مشكورين على طباعة الكتب لكن يبدو أنه فيه شيء توجيه خارجي أنه ما وزعوا كتب هون طبعاً وما توزعوا؟ ما توزعوا توزعوا بره توزعوا في منطقة إدلب ومنطقة ريف حلب الغربي فزونيك هون ما حسن ندخل ولا كتب وهذا بالعكس سلما طبعاً طبعاً على طلابنا وبالعكس مشكلة كتير مشكلة كتير كبيرة ويبدو أنه فيه إمكانية طبعاً منهاج جديد ما بعرف يعني إذا عند المجالس عندنا هذه الفكرة ولا لا كأنه فيه عدم توزيعوا عنه بغاية أنه ينطبع من منهاج خاصي هون مشكلة كثيرة هون مشكلة كبرى يعني ما صرف عندي منهاج واحد صرف عندي أكثر من منهاج والتالي هذا بأثر على جالب التعليمي بأثر على مستوى الطلاب بأثر على كل النقط يعني هي كمنظومة تعليمية يختلفها جانب ما لا تختلف من المنظومة نعم 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 زهرت نقابة المعلمين في خلينا نقول في العامين الماضين وأصبحت هي يعني النقطة الجامعة للمعلمين ماذا أضافت هذه النقابة للمعلم ضمنها ظروف الواقع نقابة المعلمين هي جسد مدني مستقل قائم على الانتخابات النزيهة والحرة طبعا أتاحت لكل معلم عملية الانتخاب بأن ينتخب ممثله في الوحدات النقابية وفي الشعب وفي مجلس فرع حلب بكل حرية وشفافية ونزاهة بعيدا عن الضغوطات والصندوق المغلقة يعني بحد ذاتها العملية الانتخابية هي كانت مكسب كبير للمعلمين أول ممارسة حقيقية للعمل المدني كان هو للمعلمين في قضية انتخاب المعلمين الأمر الآخر على الرغم من أن المعلمين قدموا الكثير من الشهداء في معارك العز والشعب في الكثير من المعتقلين والمختفين قصريا عند النظام والمهجرين إلا أن الصورة النمطية التي كانت تأخذ عن المعلمين بأنه بعيدة عن الثورة ولا ينتبه من الثورة ربما كان لضعفنا نحن كان ضعف كمعلمين بإظهار هذه الصورة يعني اللي خلى المجتمع ياخذ الصورة نقابة المعلمين عادت للمعلم البريق بريقه الثوري وإلى مكانته الثورية والنضالية والاجتماعية يعني اليوم حاليا تعتبر نقابة المعلمين من أكبر التجمعات الثورية الموجودة في المحرر حاليا 4800 معلم حاليا نقابة المعلمين نعم إضافة يعني اليوم كادر التدريس الموجود في المناطق المحررة أكثر من 60% من المعلمين هم المهجرين لهذا أنت ما هو القوي للثورة يعني أنت بكون عندك 60% من المعلمين المهجرين يعني الجماعة ما قبلوا أنه يقعدوا بمناطق النظام أو يصالحوا فأجوا لهون فكان دور النقابة بإظهار هذه المكانة الثورية والنضالية للمعلمين إضافة لتشخيص واقع المعلمين اللي حكينا فيه وقع المعيشة ووضع الحلول وتوصيف المشاكل وحاولنا نحن نوصل إلى أعلى المستويات من أصحاب القرار للقوة الضغطة لحل مشكلة المعلم هل كان فيه يعني إسهام في الواقع المعيشي أو المهني للنقابة في تطوير واقع المعلم؟ والله يا أستاذ هل هنا نحكي عليها بخانة الحقيقة من التحديات والصعوبات يعني إذا اتطرقت إذا لهذا الأمر نحن نحكي عليه بخانة التحديات والصعوبات نحن نصلى إن شاء الله تعالى عزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير ونعود مرحب بكم من جديد عزائي المشاهدين أستاذ عدنان يعني الآن من أيام تم الإعلان على المفاضلة الجامعية في المرحلة الثانوية وخاصة الشهادة الثانوية كيف يتم إعداد الطالب ليكون فعلا مؤهل لخوض المرحلة الجامعية؟ طبعا بالنسبة للمقياس للطالب الثانوي حتى يتأهل لدخول الجامعة لا بدون يخضع للامتحان امتحانة الثانوية العامة فحصوله على الشهادة الثانوية العامة هي الباب الأول لدخول الجامعة حاليا بالنسبة للكليات الطبية مثلا مثل الصيدري مثل طب الأسنان طب البشري فيه اختبار بجامعة حلب اسمه اختبار معياري نعم بيخضع الطالب امتحان معياري بعد ما يخضع طالب امتحان معياري يصبح عاملات المفاضلة على علاماته ونتاجه والتالي يدخل الكلية الطب أو يدخل الطب أسنان أو أي شيء فالحقيقة ممكن نتيجة امتحان معياري إما أن يدخل كل الطب أو لا يدخل كل الطب حسب المؤهلات التي تكون موجودة له فإذا الامتحان الثانوية العامة هو التأهيل لعملية دخول الطالب إلى الجامعة الآن في حال إذا الشهادة أو الامتحانات كانت عذرا يعني مستوها منخفض أكيد لا سيطلع عند الطلاب كثير كبير وعلامات عالية جدا لكن هذا بنعكس سلبن وين على التعليم في الجامع لذلك من الدرسي الجامعة أو الدكارة الجامعة بيعان وأحيانا من مع وجود هيك مستويات من الطلاب فالسنة بالنسبة لموضوع الامتحانات عنا بحكومة مؤقتة كانت النسب ضعيفة صح لكن هذا هذا الموضوع أثير حقيقة بشكل كبير أنه كانت السنة نسبة الرسوب خاصة في شهادة الحكومة السورية المؤقتة أنه كان فيه نسبة رسوب مرتفعة هل فيه يعني خلينا نقول أسباب منطقية لهذا الموضوع أو البعض يعني ذكر أنه كان فيه سياسي لهذا الموضوع الحقيقة ليست مو موضوع سياسي ليست مو موضوع سياسي هناك جانبين جانب أول شيء يرفع المستوى التعليم يعني أنا يكون الطالب المتخرج منه البكالوري يكون مؤهل يدخل الجامعة ما يعاني معاناة يعني الجانب الثاني بالجامعة لا يتخرج الطالب إلا أن يخلص موضوعه إلا هي مرس سنة و سنتين و ثلاثة و بعدها يستنفذ صافي بره معاناة هو طالبنا بالأصل و غير موهل فإذا هو أول شيء يرفع المستوى التعليم العامل الثاني أنا في عندي نسبة أحرار نسبة كبيرة من الأحرار هاي النسبة غيابة للأحرار عن الامتحانات ما قدموا امتحاناتهم فأدى إلى انخفاض النسبة عن السنوات الماضية يعني أنا السنة هاي النسبة ما قدمت امتحانات؟ ما قدموا امتحاناتهم بسبب خيفاض النسبة السنة هو بسبب جزء كبير من الأحرار ما قدموا موجودين على الجداول موجودين على الجداول بس ما قدموا امتحانات فلذلك نحسبت عن الجموع العام يعني بقلك النسبة مثلا 33% مثلا البكالوريا العلمي هذا مو 33% حقيقية هاي الحقيقة هي أعلى من هيك لكن وجودهم نحسبت وقتها مع وجود الطلاب الأحرار يعني سجل امتحانات ونحسبت نسبة الناجحين من المجموع الكلي لذلك نخفضت المستوى إذن هذا الأثرت على النسبة هاي فنحنا كمان ناحية تانية في طلابنا تسجل بالمجالس محلية وتسجل بالحكومة قتل يوم من طلقة المجالس محلية ونتائجها يعني هني نسروا فيها أو امتحاناتهم وانه سهل كتير في منهم نسحب الامتحان مع التابع أتفال أخذينك شهادتي وخلص فمدام الشهادة عم يعترف عليها في جامعة حلب أنا ببعث شهادت المجلس محلي وخالص شو بدي بشهادت المجلس محلية لذلك كان فيه تدني به النسبة للنجاح بينما السنوات السابقة أستاذي كانت أفضل بكثير هون خلينا نوقف عن الجزئية مهمة جدا شوء تشوف مستوى التباين بين الشهادة الثانوية اللي صادر عن الحكومة السورية مؤقتة والشهادات اللي عم تصدرها المجالس محلي يعني ممكن أن تسأل ذكاترة الجامعة هذا السؤال في فرق كبير أنا بينما طالب عم يدرس من نهاج كامل نهاج كامل على مدار السنة وأسئلة نمطية معينة إلى أليثة إلى أليثة عملاء إلى كذا بين إنسان عم يدرس بجزء من المنهاج وعم يأخذ باختبار المسلمين الموضوعي اللي هو الصح وخطأ واختار إجابة صحية وكذا في فرق كثير بين دراستين بين تدرس أنت بدراسة النمطية الكلاسيكية اللي بدك تدرس منهاج كامل حتى تحسن جاوب على أسئلته وبين أنه عم تدرس أنت دراسة سطحية ممكن أنت لأنه معروف بالنسبة للأسئلة الموضوعية ما تعطيك عمق ما تختبر عمق الفهم أو عمق التفكير عند الطالب شو بيختبر جانب سطحي وهي من أحد الانتقادات على الأسئلة النمط هذا من الأسئلة فلذلك الطالب ينجح بالأسئلة الصح وخطأ وخيار من التعدد ينجح فيهم بكل سئلة بينما بالأسئلة الثانية قارن، عدد، إشرح، وضح، فسر هؤلاء بدون شغل نعم فلذلك طالبنا الدرس والمدارس العامة ما مؤهل لأن نكون بهيك امتحانات أعود للأستاذ محمد يعني النقابة ذكرنا جزء جيد من نشاطاتها فيما يخص المعلم هل النقابة جهود أخرى في قطاع التعليم في تطوير قطاع التعليم بالإضافة إلى يعني فيما يخص المعلم نعم النقابة وضعت ضمن أولويةها أو حتى بالمقام الاول هو قطاع التعليمي قبل المعلم من خلال المؤتمر البطني الأول بالتعليم ما قبل الجامعي بمساعدة النقابة والتعاون مع النقابة المهنية والعلمية والاتحادات الحرة في سوريا بإطلاق المؤتمر الوطني الأول للتعليم قبل الجامعي حيث تم توصيف الواقع التعليمي بدقة ووضع الحلول له وانبثقت عنه لجان لمتابعة هذه المشاكل وحلولها نحن بالنسبة لقطاع التعليم موجودون لا نفرق بين المعلم وبين الطالب في قضية الامتحانات ونتائج الامتحانات أقامت نقابة المعلمين عدة ورشاة عمل ووضعت المشاكل ووصفت العملية الامتحانية بدقة وطالبت الجهات المسؤولة عن الامتحانات بالتحرك لوضع حلول أو للحد من المشاكل التي تعاني منها العملية الامتحانية في كل عام يعني خلينا نستطرد أكثر في هذا الموضوع نقابة المعلمين ضمن قطاع التعليم من خلال مجموع نقابات ذكرت موضوع المؤتمر والآن النقابة هي جزء من تجمع اتحادات والنقابات هل تعتقد وجودها في هذا التجمع ممكن يساهم في تطوير واقع التعليم؟ نعم أكيد يعني ما صفى صوت النقاب بالأحال يعني هلأ نحن كان الهدف هو الحشد والمناصرة لقضية التعليم يعني دخول في هكذا فعاليات يعني عقد المؤتمرات عقد الندوات التواصل الخروج إلى الأعلام يعرف بقطاع التعليم والمشاكل التي يعاني منها التعليم يعني أنا أكاد أجزم أنه قبل عامين يعني ما أحد يعرف المشاكل اللي كان يعاني منها التعليم بالذات المعلم ومشاكل الامتحانات أيضا اللي يتحدث عنها من قليل أستاذ عدنان سليك يعني قضية الامتحانات وخاصة الامتحانات عن طريق المجالس المحلية يعني كان في ورشة طويلة عريضة لنقابة المعلمين تحدثت عنها وعن عيوب نظام الأتمة ومع بتناسب الطالب اللي عبق بدرس في جامعاتنا اللي بتعتمد عن نظام الكلاسيكي لحد اللحظة أنا عبب أدرس أتمة في البكالوريا عب أطلع على الجامعة يعني أحد الزملاء من دكاتورة الجامعة قال الطالب الممتاز اللي عب جينا من عندكم أنتو كطلاب مع شهادة مجلس هذا مستوادون الوسط نعم فهي الحقيقة يعني نحن نصلتنا الضوء عليها كتير كنقابة معلمين عود لأستاذ عدنان إذا لخصت أهم التحديات اللي عبت واجه حاليا الوزارة التحدي الأكبر هو غياب المرجعية غياب المرجعية أنا كوزارة هي مفروضة لكل مرجعية الأولى للعملية التعليمية لكن عدم التنزام للجهات الثانية بقرارات وبتعميمات الوزارة هاي مشكلة التحدي الثاني عدم دخولنا على المدارس يعني نحن لا نصيب دخول مدرسة يعني نحكيه بكل الصراحة أنا ما حاسبه على مدرسة وزارة التربية والتعليم لا تستطيع الوصول للمدارس ما ننطقنا بينما بمنطقة ريف الغربي مثلا بريف حلب الغربي ومنطقة إدلب فينا تواجد المديريات نحنك يعني ونحنك عم تعمل ولذلك يعني موجهنا بحسن يشتغلوا طيب تشوف في تفاوت من علامات هون وعلامات هون وعلمات هونك يعني بسبب أنه في متابعة هذا التحدي والتحدي الثاني في عندك مضوع المنهاج ومضوع الكتب يعني يعني نحنا بصراحة هو أنه نحن عجزنا أنه نؤمن كتب للمنطقة هون يعني أنا طالبي وقت عنده كتاب له خمس سنوات صار مهترق صار مهترق منين دجب كتابه شيء آخر تأمين دعم للمعلمين يعني أنا وقت معلمي وقت ما يكون هو مرفع ماليا أو حاسن عيش على الأقل يعني أمن وسائل ما عيشته بس إذا حاسن أمنه هاي أكيد لحياطي أكيد لحياطي أما وقت ما عنده ما عنده شيء أمن قوت يومه بده يشتغل بره إشباري بشأن طعم يولادوه بالتالي نعكس السلبيان على العملية التعليمية سيد محمد تحديين عبواجه النقابة نختم معك إن شاء الله التحدي الأول النقابة تسعى لتعزيز دوره المهني والعلمي والسياسي والاجتماعي حقيقة هذا الأمر يحتاج إلى فهم واسع وعمير من قبل سلطات الأمر الواقع يعني كي تفهم دور النقابة في تحقيق التنمية في القطاع التعليم وجميع القطاعات الأمر الآخر يعني نقابة المعلمين حاليا تعمل بدون دعم وبدون تأهيل لكوادرها نعانم بعض ضعف الثقافة النقابية التي تعانم جميع النقابات بهذا الأمر هذا الأمر يعني مرتبط بالأمر الأول هي قضية الاعتراف وفهم دور النقابات كي يتحقق الأمر الآخر هو قضية الدعم في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ عدنان سليك مدير مكتب وزير التربية والتعليم شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم كما نشكر نقيب فرح حلب لقابة معلمين الأحرار الأستاذ محمد صلوح حميد شكرا جزيلا شكرا لكم يقال إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردت كلاهما فعليك بالعلم ومن أراد نهضة المناطق المحررة فعليه بالعلم هذا علي أحلاق يحييكم على أمل لقابكم في حلقة قادمة حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة